أهلا الله الرحمن الرحيم النهاردة هنشرح أول نوع من أنواع مسائل Liner Programming Liner Programming هو ياديني مسألة وبيقولي يا إما أجيب الماكسيموم بتاعها يا إما أجيب المنموم بتاعها يا إما بيديني مسألة كلامية وبيقولي أن أطلع بقى البيانات دي من المسألة كلامية وأبدأ أحل المسألة بتاعتي أنا أول ما يبقى قدامي البيانات دي هعرف على طول حل المسألة بتاعتي طب إيه هي البيانات دي؟ أول حاجة اللي هي هي الmaximum function دي لي مكتوب 5X1 زائد 7X2 دي اسمها الوجيكتف فونكشن هي دي اللي أنا بحل أصلا المسألة عشان أحقق المعادلة دي عشان كده اسمها الوجيكتف فونكشن طب أنا عشان أحل المسألة بستخدم إيه بستخدم كونستيرات الكلستيرات دي هي دي القيود اللي أنا بمشي عليها عشان أوصل للماكسمم فونكشن طب إيه هي الان NAgative Function الان Négative Function دي إن أنا بيقول لي قيم X1 و X2 لازم ما تكونش بتساوي 0 ولا قيم سالبة ليه؟ لان مفروض ان دي مسائل ربح يعني X1 و X2 ده منتج اول وده منتج تاني المنتجين دول عاوزين نحسب نسبة الربح بتاعهم فنسبة الربح ما ينفعش تكون بالسالب عشان كده لازم احط ال non-negative function على الرغم ان انا ما بستخدمهاش بس عشان اثبت او عشان يقولي ان لو طلعلك سالب انت ماشي غلط وانا بطلعها من المسألة لازم برضو احطها عشان اقول ان انا المسألة بتاعتي القيم بتاعتها لازم تطلع قيم موجب طيب انت هنا بنعمل ايه بقى عشان نحل المسألة دي؟ اول حاجة باخد كل كونستريت وحله اول كونستريت عندي اللي هو X1 اصغر من 6 طب احنا عشان نكون المسألة دي فيها متغير واحد بس يعني ايه؟ يعني دلة خطية طب عشان حل الدلة دي كنت بعمل ايه؟ كنت بساوي الطرف ده بالطرف ده يعني X1 هساويها بالستة تمام؟ اما ساوي X1 بالستة يبقى X1 خلاص بالستة بعد اما اول على طول ما بروح جاية مساويها بالستة وطلعت قيمة للX1 هروح اراحها على الرسمة هرسم خطين X1 و X2 وابدأ ارسمها فين بقى؟ فين اول رسمة عندي؟ اللي هو الخط المستقيم دي؟ ليه؟ لان احنا اقول ان دي دلة خطية فجينا عند الستة هنا وروحنا رسمين X1 طب داكوا نستريت رقم كام؟ رقم واحد عشان كده روح تكبع عنده ايه؟ رقم واحد عشان ما تلغبطش بينه وبين الخطوط التانية عشان هحل معادلات دلوقتي طيب هاجي على التانية خطوة ان انا بعد اما رسمته على الرسمة بعمل ايه؟ باجيب المجال بتاعه يعني باشوف X1 اصغر من ستة دي بتتحقق فانهي منطقة على الرسمة تمام هاشوفها طيب ناخد نقطة مثلا قبل الخط دوت؟ يعني مثلا ابعد عنها بقى اخد حاجة كده؟ يعني حاجة انت متأكد ان هي لازم هتبقى قبلها اللي هي الصفر والصفر الصفر والصفر هاخد صفر اصغر من ستة؟ لا اصغر من ستة اه اصغر من ستة خلاص يبقى المنطقة دي معانا المنطقة اللي قبل الخط المستقيم معانا تمام ناخد نقطة بعد هي النقطة كام هنا؟ ستة عاوزة نقطة بعدها خلاص هاخد نقطة بعيدة عنها تمانية وتمانية عشرة وعشرة عشرين وعشرين اي حاجة تمانية ديت اصغر من الستة؟ لا مش اصغر من الستة خلاص يبقى اللي بعد الخط المستقيم مش تابع مجالنا يبقى المجال عنده صفر وصفر متحقق يعني قبلها متحقق وبعدها مش متحقق تمام أنا كده خلصت من أول كونستريت خالص أجي على الثاني بقى الثاني 2x1 زي 3x2 أصغر من التسعتاشر تمام دي معادلة إيه؟ دي معادلة فيها متغيرين طب ما يكون فيها متغيرين أنا هعرف أجيب قيمها؟ لا فكنا بنعمل إيه؟ إننا بندي قيمة للx1 مرة بصفر وقيمة مرة للx2 بصفر تمام أنا هرثم جدول واكتب x1 وx2 وهدي الx1 مرة بصفر طب ما أدي x1 قيمة بصفر هعوض في المعادلة بقيمة الصفر x2 هتطلع لي بستة تلاتة من عشر تمام طب ما روح جاي مديه x2 بصفر طبعا دي نساء الرياضة أما أدي x2 قيمة بصفر طبعا العلامة دي هنتخليها بيساوي بنساوي الطرفين ببعض عشان نعرف نحل المعادلة وبندي x1 مرة بصفر وx2 مرة بصفر أما ندي دي x2 بصفر x1 هتطلع بتسعة ونص تمام أول خطوة تمام إن إحنا جبنا القيمة هي القيم دي بأخدها عمل بيها إيه أروح راح نسمعها على الرسمة هاجي 0.6 و3 من عشر 0.6 و3 من عشر أهو القيمة التانية 9.5 و0 أهي 9.5 و0 تمام أروح موصلة بقى النقطتين دول ببعض أوصل النقطتين دول بإيه ببعض وأروح كبع الخط إيه رقم 2 إنه ده كونستليت التاني عشان قلنا ما نطلق بطش تمام هاجي أخد نقطة قبل ديت العمود المائل ده اللي هو رقم 2 هاخد نقطة قبله يلا صفر وصفر حاجة بعيد عنه صفر وصفر لو عوضت بيها هنا هتبقى أصغر من التسعة عشر أكيد دي هتصفر لي المعادلة فأكيد أصغر من التسعة عشر يبقى تمام هنا المجال معانا طيب ناخد نقطة فوق إيه هو هنا تسعة ونص وهو هنا 6 و 3 و 18 ناخد نقطة فوق عشرة و عشرة مثلا 20 و 20 ابعد علاقة ده ما تقدر عشان تاخد نقطة صح ما تجيش توكلك المجال بتاعك عشرة و عشرة أما نعوض بيها في المعادلة دي همش هنلاقيها أصغر من التسعة عشر يبقى كده إيه قدما لاقيناش أصغر من التسعة عشر يبقى المجال فوق مش متحقق يبقى هنا معا إن هنا كان شغال معانا من شوية بس خلاص هو دلوقتي مش متحقق فخلاص ما بقاش معانا لأن لازم ناخد المكان اللي مشترك فيه كل إيه كل الخطوط اللي بتاعت الكونستريت اللي إحنا بنرسمها ندخل بقى على ثالث واحد X1 زاد X2 هتسوي ثمانية هصفر ده مرة وصفر ده مرة وسوي الترفين بثمانية يبقى ده مرة زيرو ثمانية وده مرة تمانية وزيرو تمام؟ نروح جايين رسمينها زيرو تمانية وتمانية وزيرو ونروح كاببين الخط التالت قدر الخط التالت هو وكتبنا عليه ثلاثة عشان يبقى كونستريت الثلاثة هاخد نقطة قبلي مثلا زيرو زيرو هنلاقي ان هي بتحقق اللي المجال زيرو أصغر من الثمانية تمام؟ هاخد نقطة قبلي تسعة تسعة وتسعة هنيجي نعوب بها تسعة وتسعة تمنتاشر أصغر من التمانية لا مش أصغر من التمانية خاصي بقى المجال فوق مش معين كده احنا كويننا إيه؟ كويننا حتة مشترك فيها كل الخطوط إن هي بتحقق المجال بتاعهم الحتة دي بقى اسمها إيه؟ اسمها الفيزابو اريا تمام؟ أنا بقى هحقق معادلة الماكس بتاعتي إزاي؟ الفيزاب والإرية دي مش لها حدود تمام؟ هاخد حدود تقاطع كل نقطة تقاطع كل خطين أو ثلاث خطوط ببعض وتبقى هي ديت النقطة بتاعتي اللي نقطة منهم هتحقق لي الماكس من فانكش إزاي؟ مش دخط ودخط اتقطع مع بعض يبقى النقطة إيها هي؟ ومش دخط ودخط اتقطع مع بعض يبقى النقطة بيها هي ومش دخط والتالت دوت اتقطع معه التالت اتقطع مع الأول يبقى النقطة سيها هي بتحقق قوي وبعد كده فيه التاني اتقطع مع الخط إكس وان ده يبقى ده نقطة كمان هون يبقى أنا بقى عندي كان بوينت خمسة A, B, C, D, E هسميهم برضو عشان ما أطلق بطش تمام؟ طيب بعد كده هاخد النقطة دي هاخد A, B, C, D, E النقطة E, A, B النقطة دي كلها أنا عارفاها عارفاها أصلا من أنا اللي كنت جايباها طيب النقطة دي والنقطة C هاجبهم إزاي؟ طيب هنجيب النقطة C والنقطة دي إزاي؟ طيب تعالوا على الأول نقطة اللي هي C C دي التقطع عنه خطين تقطع الخط الأول مع الخط الثالث تمام؟ أروح جايبة معادلة الخط الأول ومعادلة الخط الثاني وأحلهم هما اللي اتنين مع بعض وأطلع قيم X1 و X2 X1 هنا بستة هاقوب بقيمة 6 هنا يبقى X2 هتطلع باتنين يبقى جيبت كده قيمة النقطة E جيبت قيمة النقطة C هاجي على النقطة D النقطة D تقطع انهي خطين تقطع عن الخط التالت والخط التاني تمام؟ هحل معادلة الخط التاني معادلة الخط التالي مع بعض وطلع قيم X1 و X2 هتطلع 5 و 3 بقى عندي كل الpoints متحقق هعمل ايه انا بقى دلوقتي هاجي على كل نقطة من دول اخدها وعوب بها في معادلة الماكس اما عوب بصفر و صفر في معادلة الماكس هتطلع لي صفر طب اما معوب بستة و زيرو في معادلة الماكس هتطلع لي تغتين هعوب بباقي القيم هلاقيهم ان هم كل قيمة طلعت للقيم دي تمام؟ فين اعلى قيمة فيهم الستة واربعين يبقى الستة واربعين دي هي دي الماكس بوينت النقطة دي هي الماكس بوينت والفاليو بتاعتها ستة واربعين يبقى انت كي خلاص حليت معادلة الماكس جبت له النقطة اللي بتحقق لك معادلة الماكس يبقى هتقول له ان الماكس بوينت اس دي وهتكتب بمخصين خمسة و تلاتة و تلاتة و is the value of ستة واربعين و كده تبقى انت حلية مسألة الماكس